اشتركوا في القناة صفق المجال الفني بالنسبة للناس للمهرجانات والحفالات والأعراس والتظاهرات هذا الشيء الذي يضمن في هذا المجال الكثير منهم منهم التخيطر منهم النقافات منهم الستيليست منهم الفنانين منهم الفرق الموسيقية منهم الناس الذين يخدمون للشارجة أو يخدمون مع الفنانين كمرافقين بالكثير من الحوائج الذين لا يتعلمون إذا خصصنا كل واحد من هذه الناس على سبيل المثال استيليست يتبعها الخيات يتبعها مول المضام يتبعها مول الحجر يتبعها مول التوب يتبعها النباتة يتبعها مول الزواق يتبعها المصبانة أو السي هاد الناس كلهم كنا نخدمة كثيرة معهم لدينا لا تخيطر عندهم ملحوت عندهم مدجاج عندهم ملحم عندهم الخطار عندهم السرباية عندهم الطباخة ونظرون يتبعها مرحلة أيضا على نفس المنوال على الناس لدينا حفظة الشخص والحلوات والحفظة 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 وعندنا الكثير من المصبوع وفضل المهرجات التي تضروا مكاناً على واحداً على واحداً ونزل المهرجات التي تضروا لديهم أصحاب لسان لديهم الفوتوغراف والكاميرامان والصونو والكلاغاج وضعوا مكان مجال كبير من السيكوريتين من الزوتس وفاندوميناج هناك الكثير من الناس التي تضعون جلود خطئ وفاندومين والفرقة الموسيقية والفنانين احتى الفنانين الذين لديهم فرقة موسيقية وطبال زائد معها كيف يخدمون الناس سوف نعرف كيف سوف يستنفل عمل عادي وكيف سوف تكون الحياة نورمال كما كانت قبل خدمين عادي كل شي سوف يقولي نورمال ولا سوف يكون شروط سوف يكون واحد خدمه بشكل اخر كل واحد فينا في هذا المجال سوف يتساءل وحتى واحد ما هدر علينا نحنا رسميا يعني احنا نبغي كيف ما كيف ما هدروا على بزاف ارباب المقاهي وهدروا على المطائم احنا ينتضررين نفس الشكل وكل شي متضرر وكل شي عنده بزاف دي الحوايج ولو انه الاغلب يعني شركات مقننة ولكن الشركة المقننة هي كتتتعرض يعني بزاف دي الحال بزاف دي الحال نبغي نعرفوا تحنا شنو هو الحل وكيف شغي يكون الحل وشنو هي طريقة الخدمة من بعد دي كان في المو ان شاء الله موسيقى